الشيخ صالح هل زجر الطير لتعليم الصيد ممنوع لا ليس ممنوع الله جل على أباح ذلك قال سبحانه وتعالى كلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني الكلاب الصيد تعلمها الإنسان كيف تصيد وكيف تمسك الطريدة ولا تأكل منها تمسكها لصاحبها الذي أرسلها فهذا نوع من تعليم الكلاب وهو ليس من المذمون بل هو من المباح